إذن نستمر مع العملاء وخليني نبتدي مع البيج كوستمر فبطبيعة الحال حتى يكون كل شيء لك مضبوط فالأفضل أنه تبتدي بالكود من الأعلى الأسفل أو تبتدي مع الأحداث اللي موجودة عندك بطبيعة الحال فطبعا أول شيء تحتاجه أن تغير هذه البيانات اللي موجودة ادخل هنا على الـ Designer واذهب على الأعمدة وأقوم بحذف كافة هذه الأعمدة أعمل عليها Remove ثم مع ذلك تظهر لك هذه الأيقون الخاصة في الـ Database ونقرأ عليها أوكي ثم مع ذلك اختار الـ Entities مالتك أقوم باختيار الجدول الخاص في الـ Customer ثم مع ذلك Finish طبعا راح يعمل لك Generate للكود هذا هو الكود مالتنا ما تحتاجه بطبيعة الحال فأبدأ أحدده وأبدأ أحذفه أوكي هذه الكود أبدأ أحدده وأبدأ أحذفه مثل ما أقلت لك إما أنه تفتح الصفحة وتبتدي من البداية أو تاخذهن وظيفة وظيفة يعني تاخذ الأضافة غير الحذف وهكذا أنا راح أبدأ أبتدي في البداية طبيعة الحال إذن هنا بدل أن الـ TB Sublier إيش راح يكون عندك؟ هي يكون عندك الـ TB Customers أوكي تنزل الأسفل عندك تحميل البيانات تحميل البيانات مثل ما تعرف إنه إحنا دا نحمل البيانات من الـ TB Customers أوكي وباحتبارها عملية هذه في أساني كرونس فأكيد راح تبدي تتنفذ عندك على الـ TB Customers بشكل ساني كرونس أوكي تنزل الأسفل الآن عندنا عملية الإضافة طبعا هنا بدل أن يكون راح يكون عندك Add Sublier فأكيد راح يكون عندك Add شنو Add Customer أوكي وهذا طبعا راح يكون new من عنده بطبيعة الحال عفوا هذا راح يكون new من عنده أوكي ف Knowing أترسي حتى نأخذها هذا الكلام هو نفسي بدأ يتكرر وهذاcionي بنفعلها وبعدين نغيرها فيما بعد الـ 하는데 تشير عليه هذي فيما بعد نغيرها ناجح علي edit طبعا الإدت نفس الكلام بدأ يتكرر عندك في البداية تأخذ اليدي هذا الكلام ولكن هنا راح يكون المروح عن tv customer استخذ وتبدي يكون عندك الانيشيلايز هذي من الصفحة الخاصة في الكوستمر هنا عدك تعديل غلق وعدك اليد تيكس هذا نفس الكلام بدون أي تغيير ونبدأ نفعل هذه الثيس اوكي الان تنزل الاسفل رح يكون عندك الديليت طبعا الديليت هو نفسي بالضبط ولكن تبدي تغير انه بدلاً رح يكون عندك تبيي كوستمرز تنزل الاسفل رح تكون عندك برينتية نفسيتها عندك ظهار اللوك ظهار اللوك بطبيعة الحال أيضاً نفسيته وتبدي انه تغير هذا الى تي بي كوستمرز واما بالنسبة للوك فاللوك بدل اللوك سبلايا رح يكون عندك الوك كوستمر اوكي طبيعة الحال رح يكون نيوم من عنده هنا لوك كوستمر اذن هنا عدي الاد نفسيته الفول نيم نعمل شو عليه و اوكي فالآن نبدي نتجه على الصفحة الخاصة في الاد كوستمر اوال مبدئياً اذهبونا على الاد كوستمر ثم مع ذلك ابدي بتغيير فقط ايضاً للامور اللي انا احتاجها فبدل ال تي بي سبلايا رح يكون عندك تي بي كوستمرز اوكي هنا تي بي رح يكون عندنا تي بي اوكي تي بي كوستمرز اوكي وبدل هذه الصفحة رح تكون عندك البيت سبلايا رح تكون عندك تي بي كوستمرز اوكي ننزل الاسفل ادنا عملية الاضافة هي نفسيتها بالضبط ما في اي اختلاف ولكن باحتبار هذا رح يكون is new from tb costumers ونفس البيانات تتنزل عندك هنا ايضاً نفس الكلام يبدي يتكرر عندك هنا رح يكون عندك new from tb costumers وكل شي نفسيته ولكن هنا اكيد رح يكون عندك من tb costumers بالنسبة لعملية الموديفكيشن تنزل الاسفل عملية اضافة وكل شي تمام اوكي طبعاً الان نكتفي بهذا الغرض في درس القادم رح نبدأ نتابع مع اللوغ ولكن خلينا نعمل تيست مبدئياً على اضافة العملاء اوكي فنتج هنا على العملاء طبعاً لم نقم بعادة تسمية هذه الحقول المبدئياً خلينا نعيد تسميتها ونضيفها لان احنا فقط ضفناها فارجع على design نقل لهنا run design ندخل هنا على الاعمدة فاول عمود موجود عندي اللي هو اسم العميل بطبيعة الحال فهنا رح يكون عندك اسم العميل اوكي ثم بعد ذلك رح يكون عندك اللي هو الديون اوكي ثم بعد ذلك العنوان اوكي ثم بعد ذلك رح يجيك رقم الهاتف او رقم الهاتف نعم رقم الهاتف اوكي احدد كل هذه الاعمدة هنا انا ونقل له اوكي الله تو ادت فولس فراح تكون عندك بهذا الشكل خلينا نعمل start مرة اخرى نرجع على العمل نقل له اضافة عميل فلاحظ اول خطوة المفروض نغير هذه الى اضافة عميل المهم نقل له صفاء رقم الهاتف العنوان اللي موجود عندي اضافة اذا تمت اضافة العميل بنجاح نضيف عميل اخر احمد اوكي رقم الهاتف anything والعنوان ايشي نقل له اضافة زاتها لو اذا تمت الانضافة بنجاح لو تبدي يتعدل عليه نقل له تعديل رجع لك البيانات نقل له حذف حذف لك البيانات اذا كل شي تمام عندنا طبعا عرض السجل رح يبدأ يعرض لك السجل وهذا هو احمد وهذا الاد الخاص فيه ولكن رح نبدأ نتعامل ان شاء الله مع اللوك في الفيديو القادم مبدئيا ولكن قبل ذلك خلينا نرجع على الاد customer ونقوم بتغيير التكست الخاص في الفورم بطبيعة الحال الى ايش الى اضافة ايش هنا عدنا اضافة عميل فعميل اوكي انتر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة